فإذن جاء يسوع المسيح ليقدم الخلاص وهذا الخلاص أحبائي هو مبادرة إلهية لا دخل للإنسان في أي شيء فيه تعرفوا بيتذكروا لما قال الرب يسوع المسيح من الأسهل أن يدخل جمل من ثقب إبرة من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فطبعا صعق التلاميذ وبحيرة سأل الرسول بطرس يسوع فمن يستطيع أن يخلص قال يسوع الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله لأنه لا يستحيل أي شيء على الرب فإذن جاء ليخلص هذا الخلاص أحبائي رغم أن الله لأخذ المبادرة وزمام الأمر لأن الإنسان فشل هذا الخلاص غالي وثمين ولكن في نفس الوقت إنه خلاص مجاني أي دفع ثمنه الرب يسوع بدمه الطاهر المبارك على الصليب إذ يقول الكتاب المقدس بالنعم أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها إن هذا الخلاص ليس فقط مجاني هذا الخلاص هو الخلاص الوحيد ما فيش وسيلة أخرى ما فيش طريقة أخرى ما فيش إمكانية تانية خلاص هذا الخلاص الوحيد مكتوب عنه في أعمال 4-12 وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إنه الخلاص الوحيد وبحسب يهوذة آية 25 مكتوب المخلص الوحيد ثم هذا الخلاص أحبائي هو إرادة الله لكل واحد منا الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون هاي غرض الله تعرف كنت بتكلم مع واحد وارتكب خطايا شنيعة وفظيعة لا تتخيلها ولا تتصورها بحسب عداتنا العربية وكان سؤاله هكذا هل الرب رح يبعتني على الجحيم؟ لقد قلت له بالعكس الله ما بدي يحط ولا أي إنسان في الجحيم وإرادة الله أنه ما يرسل أي إنسان إلى جهنم النار ولكن الله أعطى الفرصة فرصة الخلاص الشخص اللي بيرفض هو اللي بيقود نفسه إلى الجحيم ولكن ليس هذه إرادة الله إرادة الله يعني أن نؤمن بيسوع المسيح أن نخلص أحبائي وهذا أحبائي أعطانا فرصة حتى لا نهلك وحتى نؤمن بيسوع حتى يكون إلنا الحيام الأبدية هذه إرادة الله تجاه كل شخص بيضع ثقته في الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر